واضية اليوم سؤال نطرحه وربما يرى البعض فيه سؤالا سورياليا ولكننا نطرحه ونقول لضيوفنا هل بالإمكان اليوم في هذا في ظل الحوار المفتوح الذي يجد البعض أنه إيجابي بين حزب الله وبين تكاتل 14 أذار هل بالإمكان عقد صفقة للتطبيع مع الأسد في لبنان اليوم بداية عن هذا الحوار نأخذ اتصال من مراسل دولية السياسي في لبنان نقول نصيف نقول أهلا وسهلا مرحبا رمضان نقول ماذا عن هذا الحوار كيف تحلحلت الأمور وما هي أثاق هذا الحوار اليوم بين حزب الله وبين تكاتل 14 أذار طبعا حتى الآن كانت قد عقدت ست جولات من الحوار الحوار السني الشيعي بين حزب الله والتيار المستقبل لا تزال هناك بعض الإشارات الغامضة عن الدافع المباشر الذي أدى إلى هذا الحوار خصوصا في ظل الخلاف والانقسام الحاد بين الطرفين سواء بالنسبة إلى موقف حزب الله وعدم اعترافه بالمحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري أو بنسبة إلى تيار المستقبل الذي يرفض سلاح حزب الله في الداخل ويعتبره سلاح ميليشيا موجه أو مصوب إلى الداخل وأيضا بسبب خلاف طرفين على ما يجري في سوريا طبعا تيار المستقبل ضد نظام الرئيس الأسد في حين أن حزب الله يقاتل معه ومن ما أخذ تيار المستقبل هو ما يعتبره أن حزب الله يستدرج الأرهاب إلى لبنان بسبب تدخله في سوريا طبعا كان هذا الانقسام الحاد جدا والذي ترك تدعيات في الشارع السن الشيعي خصوصا في المناطق التي تشهد نوع من التماس بين الطرفين لكن فجأة بدأت وترك تدعيات نقولة هذا ترك تدعيات أيضا في شغور الرئاسة وتمديد الحكومة وهذه فضيحة لا طبعا موضوع الرئاسة مختلف قليلا يعني عدم انتخاب رئيس ليس مرتبطا بالخلاف السن الشيعي فحسب أو بالخلاف على ما يجري في سوريا أو أيضا بالنسبة إلى الخلاف على سلاح حزب الله أو على المحكمة الدولية هو نوع من محاولة الطرفين يعني التصادق الطرفين على من يأتي برئيس هو طرف يعني رئيس ينتمي إلى تكتله إما إلى قوة 8 أذار بالنسبة إلى حزب الله كالعماد ميشيل عون أو إلى 14 أذار كعدد من المرشحين أبرزون سمير جاجع ليس السبب المباشر للشغور هو هذا الأمر لكن طبعا هذا الخلاف كان له تأثير مباشر على الأمر لكن فجأة حصلت نوع من الإشارات دعية الطرفان إلى الحوار في الأسبوع الأخير من كانون الأول الماضي وبدأت منذ ذلك الوقت ست جولات حتى الآن ينتظر أن تكون الجولة السابعة قريبا خلال وقت قصير في الجولات الست تدرجت عملية التطبيع المذهب بين الطرفين يعني بمعنى الطرفان أو قفاء الحملات العالمية فيما بينهما والطرفان أيضا التشنج السياسي الذي كان والحملات التخوين والتشير التي كان يتبادلها نواب الطرفين حزب الله وطيار المستقبل أوقفت أيضا كذلك تخذ قرار بنزع الأعلام الحزبية من شوارع بيروت والمناطق لم تعد هناك أحزاب وصور لقادة أو لحزب الله وكذلك في المقابل لطيار المستقبل ثم فيما بعد كانت هناك بعض الإجراءات لتنفيذ الاحتقان كانت ذروتها أيضا في رفع الغطاء عن أي طرف مرتكب أو من يتسبب بأحداث قلاقل أو فوضى في البلاد ثم كان هناك تحولين رئيسيين فيما بعد أولا وضع خطة أمنية للبقاء الشمالي وهي منطقة في غالبياتها الشعية مع عدد قليل من القرى السنية أي منطقة لم يكن ينتشر فيها الجيش وفيها عدد كبير من الفيررين والخارجين على القانون الجيش نفذ خطة أمنية هناك وانتشر ودخل كل القرى وفر المطلوبون والمهربون وكل المرتكبين ثم كانت خطوة تالية في الاجتماع الأخير هو هو الاجتماع السادس للحوار السن الشيعي عندما قال الطرفان طبعا من دون الخوض 6 فصيل قال أنهما بدأ مناقشة استراتيجية مكافحة الإرهاب إذن ذخلا في المنطقة الأساسية أو في المنطقة الساخنة بينهما التي تشكل خلاف أساسي هي أن لكل منهما تعريف مستقل للإرهاب عن الآخر حزب الله يعتبر التيارات التكفيرية هي تيارات في سوريا كل من هو ضد بشار الأسد هم من التيارات التكفيرية وبالتالي يجب مقاتلتهم وذهب الحزب إلى درجة أن يقاتل ليس فقط على الحدود اللبنانية السورية أو كما زعم في بعض الفترات أنه يقاتل للدفاع عن القرى الشعية أو المقامات المقدسة الآن يقاتل في الدرعي، يقاتل في حلب، قاتل في حمص ويقاتل أيضا في الجولان في المنطقة السورية إذن هذا موقفه هو أن كل من يقاتل للنظام هو أرهابي في المقابل بالنسبة للتيار المستقبل الذي يدعم المعارضة السورية بدأ الآن يتحسس خطورة التيارات التكفيرية التي يمثلها داعش وجبهة النصرى ولذلك هناك تحول أساسي في هذا الحوار، وطبعا أتحدث باستثناء موضوع رئاسة الجمهورية الشعار الأساسي لهذا الحوار هو إزالة الاحتقان السن الشيعي في لبنان وفصل ما يجري في المنطقة عما يجري في الداخل ولذلك لم يخذ الطرفان في كل المواضيع الخلافية بينهما وهي الخلاف فيها والانقسام فيها عميق جدا كما ذكرت المحكمة الدولية سلاح حزب الله الحرب في سوريا كل ما يخذاني فيه هو فقط كيف يمكن أن نزيل الاحتقان في الداخل اللبناني أن لا ندخل في اشتباكات كلامية طبعا وليس أمنية رفع الغطاء عن كل المرتكبين عن أي من يتسبب بخلل أو فوضى أمنية هذا هو المحور الأساسي المحور التلاقي والالتقاء حول الهاجس الأمني إن صح التعبير سنرى كيف يمكن أن يتطور هذا التطبيع إن صح التعبير كما تسميه هل سيتطور إلى أبعد من الحدود اللبنانية نقول نصيف مراسل منطقة الدولية السياسي في لبنان ألف شكر على هذا العرض القيم وقال نقول بأن هناك إذن التقاء حول الهاجس الأمني في لبنان السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير دعا صراحة هكذا الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى التعاون مع الجيش السوري إلى الفتح إلى الذهاب كما يقول إلى دمشق نستمع إلى ما يقوله السيد حسن نصر الله في هذا المقتطف أقول لمن يدعونا للانسحاب من سوريا أدعوكم لنذهب سويا إلى سوريا بل أدعوكم نحن أنه معلش أنكم مش حكين عن العراق سابقا ولو هلأ يعني لدينا حضور متواضع في المرحلة الأولى والمرحلة الحساسة في العراق وأقول أيضا تعالوا لنذهب إلى العراق تعالوا بل تعالوا هلأ حيقول السيد ذهب بعيدا تعالوا لنذهب إلى أي مكان نواجه في هذا التهديد الذي يتهدد أمتنا ومنطقتنا لأننا هكذا ندافع عن لبنان وهكذا ندافع عن شعب لبنان وهكذا تتصرف القوى الكبرى في العالم والدول المحترمة في العالم والجيوش القوية في العالم وأنا أدعو الحكومة اللبنانية إلى التنسيق مع الحكومة السويرية في ملف اللاجئين أو المهجرين وفي ملف الملف الأمن اليوم الخطر أكبر بكثير من كل الحسابات الحزبية والمذهبية والطائفية ونحن أيضا ندعو إلى نظرة شاملة على هذا الصعيد نظرة شاملة هل سيد إيلي عبد الحي أنت ممثل نذكر القوات اللبنانية في أوروبا القوات اللبنانية التي تنتمي إلى تكتل الـ 14 أذار هل ذهب السيد حسن نصر الله بعيدا كما يقول أولا أريد أن أقول أن السيد نصر الله ذهب بعيدا منذ البداية في تدخله في الشأن الداخلي السوري لا يمكننا أن نتدخل في شؤون أي شعب آخر دون أن نتحمل تبعات هذا التدخل لا يمكننا أن نكون طرفا مع شعب بفئة ضد فئة أخرى لا يمكننا أن ندعم نظام يقتل شعبه سيد حسن نصر الله عندما دخل إلى سوريا دخل بحجة الدفاع عن بعض الكرة اللبنانية في الداخل السوري لأن هناك تدخل جغرافي ثم انتقل للدفاع عن مقام السيدة زينب والمقامات الشعية ثم ذهب لمحاربة داعش استجلب الإرهاب إلى لبنان وفي الحقيقة كل ما يفعله هو الدفاع عن النظام السوري تلبية لطلب إيران لدعمها في الملف النووي الأمريكي الإيراني هذا هو كل ما جلم في الأمر وكل ما يقال غير ذلك هو استجلاب الإرهاب إلى الداخل اللبناني ألم يصل الإرهاب فعلا إلى داخل وصل إلى الإرهاب دعونا نسمع ما يقول هؤلاء الإرهابيون هؤلاء الإرهابيون يقولون دائما أنهم يضربون المناطق التي يتواجد فيها حزب الله في لبنان ونحن بالنسبة لنا كل مناطق لبنان هي مناطق لبنانية وكل شعب لبنان هو شعب لبناني ويقولون ما يحصل ولكن ما يقولونهم أنهم يضربون المناطق التي يتواجد فيها حزب الله ردا على تدخله في سوريا هذا ما يقول هذا ما يحصل وهذا هو أيضا تحليلنا قلت في البداية يمكننا أن نبدأ عمل ما بالحرب ولكن لا يمكننا أن نتحكم في نتائجه هذا ما يحصل عمليا عندما يدعو السيد حسن نصر للذهاب للكتال في سوريا يريد أن ينغمس الشعب اللبناني أكمله في المعركة السورية بالنسبة لنا حزب الله يخود معركة فييتنام في سوريا معركة فاشلة تقول معركة فاشلة ولهذا نحن ككوات لبنانية وكأرباطاش أدار دعينا السيد حسن نصر الله لكف لعدم تدخل في سوريا لتجنب زهق الأرواح اللبنانية في سوريا في كتال لا ناقة لنا له فيه ولا أي شيء دعيناه للانسحاب من سوريا هذا صحيح؟ نعم هذا دعيناه للانسحاب من سوريا أليس لتكتل الأخبار تكتل 14 أذار لا ناقة ولا جمل في سوريا؟ نحن أتكلم أليستم يعني مطمم على توافق بع السياسة السعودية التي لها نواعب مقاطي الجمال في سوريا؟ يمكن أن نكون على توافق بالمعنى الأخلاقي لدعم الدموقراطية ولكن لا ندخل في سوريا كلناها ونقولها أيضا نحن مع الشعب السوري فيما يريده الشعب السوري لا نريد أن ندخل لا مع هذا ولا مع ذاك ولكن ما يحصل فعليا على الحدود الآن استجربنا الإرهاب إلى الداخل اللبناني وإلى الحدود اللبناني وعندما يدوى سيد حسن نصر الله للزهاب للكتال في سوريا نحن لا نرفض هذا نحن نريد نطلبنا الجيش اللبناني وندعم الجيش اللبناني وكل ما يحصل الآن لدعم الجيش اللبناني أن نحبزه للدفاع عن حدود لبنان لتسكير الحدود في لبنان وأريد أن أذكر عندما كانت الحكومة حكومة ميقاطي قبل أن تستقيل من منع انتشار الجيش اللبناني وتسكير الحدود لكل الجهات سيد حسن نصر الله لا أحد غيره وكننا نقول سكروا الحدود على كل الجهات عندما تقولون أن بعض الأشخاص من الطائفة السنية يتدخلون وحزب الله يتدخل يمكن علينا أن ننشر الجيش اللبناني فنمنع الجميع من منع ذلك حزب الله لماذا منع ذلك؟ نضال أحمد أنت الكاتب والإعلامي القريب من حزب الله هذا ليس سرا لا ليس سرا أمدا بكيف تعلق على هذا؟ هل جرى حزب الله لبنان إلى حرب أخرى إلى حرب داحس والغبراء ثانية؟ حزب الله تدخل في سوريا بال2013 وتأخل في تدخل أنا كاتب معركة القصير أنا ابن القصير أكبر من لك في القصير بالأرض لأن القصير لم يكن في لبنان وسوريا فطلع أرضنا في كلها بالقصير كاتب معركة القصير تدخل في لبنان بدأ من 14 أدار من تيار المستقبل في طرابلس في عرسال في بعلبك أنا حتى في دعوة علي من قوات لبنانية كانت من سنتين لأنني كتبت تقرير عن تهريب السلاح لسوريا طبعا رفعوا دعية دعوة ورفضها القاضي لأن الأدلة عندي كاملة مئة ومئة كانت قلت تأخر لماذا تأخر؟ تأخر حزب الله لأن الحزب الله تدخل في البداية لم يكن سر معركة القصير منعنا سقوط القصير ومنطقة حمص المنطقة الوسطى القريبة للبحر التي أرادها أرادتها النصرة وأرادتها قطر في البداية مهم أن هذا أن حزب الله جلب تدخل لبنان قبل حزب الله كان في إرهاب في لبنان كان في تفجيرات كان في خطع رؤوس من خليط الضنية إلى 2010 ما ليس حزب الله من جلب ولكن حزب الله عندما تدخل في سوريا تدخل منع وصول هؤلاء إلينا أول خطاب أنا كاتب تقرير كاتب تقرير أنا اليوم في موقع المنار لقاء مع أحد الدواعش في ألمانيا اللي أتى ليشهد بموضوع الأيزيديات هناك محكمة في ألمانيا على الأيزيديات فتحت لمحاكمة المرتكبي والمسؤولين عن سبايا الأيزيديات هذا المسؤول الداعشي رأيته في ألمانيا يقول من أربعة أيام يقول بالحرف الواحد أنه في أول خطاب أولا يقول أنه الاتفاق بين الأمريكي وأبو ماريا القحطاني حول سجن بوكا الأمريكي إطلاق صراحة السجناء صار بين أبو ماريا القحطاني والأمريكي وتعاهد فيه القحطاني تحديدا بمحاربة إيران وحلفائها في سوريا والعراق واللبنان اثنين يقول أول خطاب ألقاها القحطاني فينا في ريف إدلب في 2011 قال فيه نحن سوف نسقط النظام السوري ونأتي إلى لبنان لحرب حزب الله فإذن لبنان مستهدف من قبل حزب الله مستهدف أمريكيا من جماعة المعارضة السورية كان معروف حتى في القصير حزب الله أم لبنان لا حزب الله بالبداية حزب الله كان يحمي نفسه حزب الله في القصير في البداية 2010 ما كان في حرب كان الهتاف أنه انه جايين لحزب الله كان حكي بمجمعات القصير كان تتسلح والنصرة اللي انشئت يومها ما معنى هذا الكلام معنى أن داعش متواطئة مع الولايات المتحدة لتصفية حزب الله النصرة نعم النصرة المسلحون الذين خرجوا المسلحون بوكا بالعراق وذهبوا إلى سوريا الأمريكان أطلقوا صراحهم حوالي 1600 سلفي هؤلاء طبعا أكيد في اتفاق بين النصرة وأمريكا أنه الهدف النقياء هو حزب الله يعني نحن نسمعهم كان يقول أنه نتعشى بالهرمل يعني قبل حرب القصير نسمعهم على سلكي بالهرمل أنا أبني للقصير يعني نحن نريد على القصير ثلاثة كيلومتر نحن جاينا نتعشى بالهرمل نفطر بالهرمل واضح أنه كان الهدف المناطق التي فيها حزب الله وبدأ من مضوع سوريا مضوع سوريا الدعم لحزب الله من 40 عام يأتي من سوريا إذا أسقطنا النظام السوري مع هذه المجموعات الموالية لأمريكا والموالية للغرب والموالية لكل ماس أكيد سيكون شيء امتحاري سوف يأمتحاري لم يتدخل هذا بكل بساطة تدخل في سوريا لحماية المقاومة وليس هناك أي موضوع يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية إيران ليست بحاجة لتدخل حزب الله في سوريا للضغط على أمريكا أبدا النوو الإيراني بين إيران وأمريكا لحال ليس له أي تدخل في الموضوع لبنان ليس بحجم هذا الموضوع خلينا نعود إلى نقطة المقاومة ونقطة حزب الله سيد إلي عبد الحي رأينا بأن الحجرة التي يقدمها حزب الله بأنه يعني هو المقاومة هو الذي يحمي ظهر لبنان إذا تم استهدافه فهل سيكون لبنان بمنأة عن الأخطار التي تتهدده مثلا من إسرائيل ومن دول عديدة في الجوار هل فكر تكتل 14 أذار في هذا أكيد أولا قال سيد حمادي كلمة في الآخر تدخل حزب الله لحماية المقاومة ما مصلحة لبنان من قال أن الجميع مع المقاومة في لبنان بعد سنة الألفين هناك انكسام عمودي في لبنان حول المقاومة إذا حزب الله تدخل لحماية المقاومة لا يعني أنه يحمي لبنان إذا تدخل حزب الله في سوريا لمنع الإرهاب جلب الإرهاب هل منع الإرهاب لم يمنع الإرهاب هل تدخل حزب الله في سوريا للمحاربة الداعش ما يفعله حزب الله والنظام السوري في سوريا هو وجه الثاني اللي عملت داعش إرهاب على إرهاب لهذه الدرجة؟ لهذه الدرجة عندما نرى مئات الأشخاص وألاف الأشخاص والتقارير تتحدث عن المجازل التي يفعلها النظام السوري أو أحيانا كثيرة بتدخل أو بدعم من حزب الله ما هو الفرق مع داعش عندما نرى أن الجيش السوري يقتل شعبه بدعم وبحماية من النظام الإيراني وبتنفيذ على الأرض من حزب الله ما هو مصلحة لبنان أود أن أعود إلى الصفقة التي عقدت يمكن بها مع الأمريكان ما هي مصلحة تفتيت المنطقة؟ عندما نرى عندما أنا لا أدافع عن السنة السنة يدافعون عن نفسهم ولكن عندما نرى أن مصلحة إسرائيل تفتيت المنطقة عندما نتحدث عن مخطط كيسينجر الشهير الذي لم يقرأه أحد ولكن يمكن أن يكون موجود عندما نرى تنفيذ تفتيت المنطقة هي لمصلحة إسرائيل عندما نرى ما يفعله حزب الله في سوريا من تفتيت إلى سوريا وتفتيت إلى العراق والآن يريد أن يقاتل أينما كان هو خدمة لمصلحة إسرائيل بدون أن يدري يمكن هل سألتيني إذا كان جيش اللبناني؟ ألا يعقل أن يكون حزب الله لا يعرف ما يعمل؟ أنا أحكم عن نتائج يقول السيد حسن نصر الله بأن هناك وجود خفيف أو بسيط كما يصفه في العراق ويقول بأننا ما ضنف في محاربة داعش في أي مكان أليس هذا هو الهدف الذي يتفق عليه الجميع اليوم؟ أتحدى الذي يعرف أرى أن سيد نتائج يعرف الوضعية السورية يعرف يعرف نضال كير أي جبه في سوريا تواجه حزب الله مع داعش لا يوجد أي جبهة ولا أي جبهة نضال؟ هذا الجهل بالجغرافيا السورية تماما الباريحة فقط في شرق حمص مواجهة النصر 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 عم تعلمني عن حمص ألي أنا شرق حمص داعش ما فيش نصر في شرق حمص النصر في شمال حمص كل شيء يا أخي كل شيء نصر من الشمال إلى الشمال منطقة شرق حمص أدعوك إلى كراءة اللوموند المعركة صارت مبارح في جبال شرق حمص كانت مع داعش تحديدا وقتل فيها أمير داعش واستعاد فيها الجيش السوري وحلفاءه هذه المنطقة أنا أتكلم عن حزب الله عن حزب الله وحلفاءه أنا أسمي حزبه أنا أتكلم عن حلفاءه جيش سوري وحلفاءه هذا تعبير أنا ابتكرته من باكستان ومن أفغانستان هلا أقول أفغاني أنه كل الناس دخلت في سوريا أنا أقول أنه المواجهة بين داعش وخزب الله في ست جبهات في القلمون نصره داعش الموجود في قلمون هم مجموعة عصابات كانت تتعاون مع حزب الله في تهريب الأموال وتهريب الفترول هؤلاء هؤلاء داعش في القلمون تنتلك الآن كل منطقة شمال القلمون إلى حدود القلمون الأمر الثانيين شرق حمص كله داعش ثلاثة الأمر كله فيه حلب كلها داعش الأمر الرابع على حدود منطقة درعة حدود شبعة هناك تواجد كبير لداعش في أرسال داعش الآن في أرسال موضوع المواجهة مع داعش في كل مكان ألم تكون النصره في أرسال؟ نعم داعش ونصره أليس هناك مشكلة بين النصره وداعش؟ في مشكلة كبيرة بالنصر وداعش لماذا؟ لأن بعد سقوط الموصل تمكنت داعش من خلاق النصره كيف يكونوا هؤلاء في أرسال؟ لأنه كل واحد عنده زواياه كل واحد عنده زواياه يعني مثلا أنت عندك بشو اسمه؟ القصيراوي عبر علي الشيشاني اللي هو مباد جركس محمد جركس أنا عارفه شخصياً عارف أبو شخصياً اللي اتطلع ونادى بأنه زوجته عنده جيش اللبناني هو أخوه سلم زوجته لله أنا عارف أخوه سلم زوجته للجيش اللبناني وعملت معه مقابلة عندك معارف مهمة طبعاً أنا زالي مسحفة بالمنطقة ولكن أقول لك أن هؤلاء عندها سقطت الموصل وقوية داعش أتت أموال لهذه المنطقة في مجموعات بين القصير وبين جماعة بابا عمرو لأنه بابا عمرو هم تركمان لأن جماعة يفتش أنه في القلمون هناك من ترك القصير وريف القصير وبابا عمرو منطقة ريف القصير فيها الكثير من التركمان هلاء التركمان انقلبوا كلهم داعش بخلافهم مع العرب هناك نقاط اشتباك كبيرة بين داعش وحزب الله في كل المنطقة السورية الأمر آخر أنا أريد موضوع آخر بالنسبة لموضوع المجازر القوات البنانية آخر من تحدث عن المجازر أمعليش لن نعود إلى هذه القصص موضوع الجيش اللبناني ما في تيار سياسي في لبنان عنده أياد بيضاء موضوع اللبناني أنا أقول لك كل الناس تعرف لو لا وجود حزب الله لكان في قرى اللبنية تسقط بالإيميل يبعث النصرة والداعش إيميل تسقط الجيش اللبناني ما عنده مدفعية الجيش اللبناني لا يمتلك لا طيران ولا مدفعية صح هذه نقطة الجيش اللبناني يستخدم الأم سيكستين نازال أمام بوارد تستخدمها النصرة والداعش نعم هذه نقطة معلش يا سيد إلي كيف يمكن صح الجيش اللبناني نعرف بأنه قليل العتاد وقليل الإمكانيات يعني الليعينهم يعني ويتعرضون للخطف ويتعرضون للعمليات الإرهابية إلى غير ذلك كيف يمكن كيف كان يمكن الجيش اللبناني أن يحول أو أن يقوم بهذه يعني الحماية أو غلق الحدود أو وهو مسقط في يده يعني طيب أبدا في البداية أبدا بس دون التعريك والاستفادة بها فتح ملفات الحرب تطال الجميع وحزب الله ليس بمنع عن أي شيء يكفي داخل مجموعات المقاومة كيف صفى المقاومين الشيوعين في الجنوب كيف شارك بتصفية هذا ماضي فلا أريد أن أفتح المجال لذلك لا ندخل لا ندخل في الماضي سؤال حول سؤالك الجيش اللبناني عندما تدافعين عن بلد هناك عدة طرق للدفاع عن بلد أولا من منع وصول الجيش اللبناني إلى الجنوب من فخلال عشرين سنة حزب الله ليه أهداف سياسية الجيش اللبناني نعم كان ضعيفا ويمكن الآن أن يكون أقل قوة يمكن ألا أقول أنه أكيد من بعض الجهات ولكن عندما واجه الجيش الإسرائيلي الجيش اللبناني بعدة مناطق كان على قدر المسئولية بالدفاع وأيضا هل حزب الله زيادة في جنب الجيش اللبناني يعني دعم للجيش اللبناني معني أقول لك عندما واجه الجيش اللبناني الجيش الإسرائيلي عزب الله منظومة كاملة إذا تريدين أن تج armored عندما يواجه الجيش اللبناني أي جيش الإسرائيلي هناك estate دعم دولي كامل ودعم شرعي له لا يمكن مواجهته عندما يكون حزب الله ويطلق طلقة واحدة ضد إسرائيل تقوم إسرائيل وتدرك كل لبنان هذا فقط لأجيب على سؤالك أن قوة الجيش هي في شرعيته وفي قوته عندما نرى أن هناك أربع مليارات تصرف الآن لتسليح الجيش اللبناني من هي الجهة التي عارضت هذه في أول بدء حزب الله لماذا يعارض تسليح الجيش عندما يكون حزب الله جديا في تقوية الجيش لماذا لا يدعمه بالسلاح رأينا النظام الإيراني يقول أنا سأدعم الجيش اللبناني بماذا دعمه؟ بلا شيء بالكلام فقط عندما نرى الجهات التي تدعم الجيش اللبناني للحفاظ على الجيش اللبناني ولا على لبنان هو شرعية كاملة نحن ندعم الجيش اللبناني وعلينا كلنا أن نقويه ودعم الجيش اللبناني لا يكون بمنعه بمنع تقويته هذا يصلنا إلى هذا السؤال السؤال الذي وصفته بأنه ربما سوريالي لكن البعض يقول أنه في بوادر ما هل بالإمكان عقد صفقة أمنية اليوم لتطبيع مع سوريا سوريا بالأسد سوريا من غير الأسد على سوريا لحماية أمن لبنان ما رأيك ندالح؟ عم استوى لبنان يعني من شايفناها خريطة بربك أنت يعني لو لو وجود حزب الله حتى الغرب عندما يهتم بلبنان يهتم بحزب الله هذه المقولة لبنان 6 ألف سنة حضارة قبل حزب الله حضارة مش مشكلة بس أنه على خريطة المعارك اليوم والحرب اليوم يا أخي هناك لبنان على صافيح انسحة معليش أنا بقول لك نفسر لك سؤالي دقيقة دقيقة معلومة دقيقة سلسي الجيش اللبناني الآن في البقاء الشمالي أحدود عرسال لواء المجوقة الكل في البقاء الشمالي واللواء الثامن واللواء السابس لا يمكن لهذا الجيش اللبناني البطل أن يواجه بالأم سكستين من يمتلك الكورنيت هذه نقطة تجاوزناها هذه نقطة تجاوزناها أنا بقول لك شيء نقول لك حاجة سمعني دقيقة زوج دقيقة نقول لك دقيقتين فإذا نقول لك شيء هل لبنان على صفيح ساخن لبنان بدون رئيس لبنان بتمديد نياب معيب لبنان بحكومة مؤقتة فإذا هل لبنان اليوم لكي لا ينفجر بحاجة إلى صفقة أمنية ما مع سوريا المنطقة كلها صفيح ساخن كل المنطقة لبنان أفضل حالا من باقي المنطقة ولكن جيش اللبناني بحاجة ليواجه في منطقة عرسال منطقة بقاء الشمالي والحدود حتى الشبعة بحاجة لتنصيق مع الجيش السوري هذا لا يعني أن حزب الله لن يبقى في سوريا سوف يبقى حتى انتهاء المهمة والمعركة ولكن من يعتمد على الجيش البناني عليه تسليحه بالأول إيران عرضت ولكن الحكومة رفضت الأمريكي غير جاد في التسليح الفرنسي غير جاد في التسليح السعودي غير جاد في التمويل كل ما في الأمر أنه الآن يعود سعد الحريري لأنه فقد الشرع السني في عرسال نزعت صوره صار يفاوض هيئة العمال المسلمين عنه في الشمال نزعت صوره وصارت صور أشرفي وخالد البهر إلى آخره الآن العودة العودة أنه امساك بالشارع السني في سوريا لبنان بحاجة للتعاون الجيش اللبناني واللبنان الأمني بحاجة للتعاون مع سوريا كما فرنسا الآن كما العالم كله الآن لأن الدولة السورية تمتلك الكثير من المعلومات عن هذه الجماعات في هذه النقطة بالذات سيد إلي عبد الحي أنت شخصت لنا المرحلة كيف وصلنا إلى هنا الآن كيف يمكن أن يكون الحل وفقكم أولا السحاب خصب الله من سوريا هل ممكن هذا يا سيدي لم يفوت الأمر نعم لم يفوت الأمر نحن نريد أن نحصن لبنان ندعم الجيش اللبناني كل الشعب اللبناني وراء الجيش اللبناني نمنع التدخل بسوريا لنمنع الحجة نقوي الجيش اللبناني نرى الآن التسليح الجدي مع تواريخ لجيش اللبناني ليس عملية كلام فقط إنها عملية حقيقية عندما ندعم الجيش اللبناني ويمسك بكل الزمام رأينا منذ يومين المعارك الذي قام بها على تلال رأس بعلبك إنه جيش يمكنه حماية لبنان ويمسك حماية لبنان فقط علينا أن نعطيه الضوء الأخضر والآن يأخذ الضوء الأخضر بيده من من يأخذ الضوء الأخضر؟ يأخذه من وراء الحكومة الحكومة المجتمعة لأن حزب الله هل الحكومة قادرة على مواجهة حزب الله؟ حزب الله في الحكومة ولكن حاليا حزب الله وأعتزم من صديقي ندال حزب الله ليس في موقع قوة في سوريا إنه في موقع ضعف وفي لبنان؟ وفي لبنان إنه بين اللبنانيين إذا عليها أن يقاطل لبنانيين هذا مضوع آخر نحن نأخذ على الكلام الذي يريد أن لا يقاطل لبنانيين ولكن لبنان هناك نقطة أريد أن أشد عليها لبنان كان وسيبقى حاميا للشرعية وليس حاميا لأي جهة مسلحة وإلا فتحنا الباب على أي شرعية في غياب البرلمان وفي غياب الرئيس في ظن الفراخ يمكن أن النظام يعرج ولكنه موجود وشرعي أكثر بكثير من أي جهة مسلحة وإذا تركنا الوضع على ما هو فتحنا الباب على تسليح كل الجماعات في لبنان وهناك خراب لبنان في هذه الدقيقة الأخيرة لبأس أن أقرأ بعض ما قاله مستمعون أو كتبه عبر فيسبوك كايلان حنفي من كردستان يقول نعتقد بأن موقف العالم سيتغير مع الملف السوري ولا يكون إسقاط نظام السوري مشروعا استراتيجيا بالنسبة إلى الدول الغربية في ظل اتهام وزير الخارجية أمريكا لإيران يكتب أسامة العلاية من الأردن بالتدخل في الشأن اليمني وفي ظل انتقاد هولند لمن يريد أن يلتقي بشار والقول بالحرف الواحد كيف نلتقي بديكتاتور قتل شعبه لا جديد بين فرقاء لبنان ولا تطبيع مع الأسد فكل فريق يرى بالآخر سببا بوجود الإرهاب وبالأخير رهادي محمد يكتب هذا الأسد مجرم حرب لا بد من محاسبته وإعدامه معكم من منتكال الدولية دائما حول الحدث